السلام عليكم لبناج اسبع راكم بخير ، شوفوا لي هاد ليم ماشي هى بالو مالقرى الشعر تأذبونه جاف 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 جدا والحمد لله ما تقصروا لهاش مي لازم لها تهلا فيهم باش ما ينشفوش دوم كان عندها دام ماش في البوانت التحت تقدم نقدم هادو كلاب وانت تكمش توفرين دوم مقطعته هنا نقدروا ندلو له هى الماش نورمال ولكن شعرها جاف جدا لازم لها العناية به يعني ورا السحب افتح الى اللي شغ و امسك كما رأيكم تشوفو هنا طلبت البلاتين قبعة لها و خرجناها لها شارجة خرجناها كاعة بيتع البوني انا هنا غضبت بلاي باكيته افوغية الكبار و ليست صغار كبار افوغية الوصول و اوكسيدون عيار 30 اوكسيدون استعملت مركة رخيصة باش الشعر لا تلتقليش شوية تقيل شوفوا البنت هنا وزعت الشعر كامل يعني بالتساوي و شبعنا الشعر و بعد مدة ساعة كما رأيكم تشوفو خرجنا اللي ماش تاوعنا رأيكم شايفين الفيديو تاوعيته كيفاش نخرج كيفاش نفريفيد كيفاش نوزع كيفاش نشبع الشعر و كيفاش حتى نسخن من يدك الشعر كيكون البرد شوفوا البنت تلعب دور كبير دروك رح نغطو لها شعرها بكيس يعني بلاستيكي و لا قبعة بلاستيكية و نقولو كل 10 دقائق نفريفو مدة ساعة سا في كي تكملو الها لابليكاسيون شوفوا قيس اشكملتو بات حسبو قيس اش غادي تكملو دونك شوفوا لفيريفكاسيون كاشو اللا سا ما وصل هاش ديجا هنا يعني شعر زبونا كلا ان باكي ولا باكي يوشي بلا لكسيدان دونك يعني لازم تشبعو الشعر على البنت ما تقولوش باخيلة شوفوا لي في لا في فيكاسيون لازم كعش شعر كامل يوصلوا لبخو دوي دونك لم يساقصوني قولوا لانتي يمنين انا من ولاية تيارت بالضبط ما دين تسوغر و عندي يعني صفحة خاصة بالحلاقة وتجميل ولا محتوى خاص بالحلاقة وتجميل هاوليكم بعد كي خسنا لها شعرها لبنت شوفوا الله يبارك ماشاء الله ما شعرها جاف يعني وشعر الجاف عليه ريسك كبير انو يتكسر دونك هنا خاصها العناية يعني الدائمة راح نغسلوها ونديجونيسوه ونديلو لها اماسك يعني باش نغلقو لها الماسامات ونعودوا نرطبو لها شعرها ايفوريا يعني الله يبارك السحب التحام ماشاء الله والله يخير من المركات يعني عالمية شوفوا كيفا خرج السحب صافي هنا كان الماسخون بزاف بغضان رايلة بابير شوفوا كيفا خرجوا لماشاء الله خرجوا الله يبارك عندها دي بوانت تحت الصفر يبسي شوفوا البنت شوفوا لك هنا خصلنا وصل لكنا هاوليكم قبل البغوشينك قبل ما نديرو لها السيشوار هاوليكم قدرنا لها السيشوار ان شاء الله يكون نال اعجبكم وصحة رمضانكم وصحة عيدكم وصحة بطركم اشتركوا في القناة